السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبذ آه تلاقيكم نسيته إيه برنامج مهدي يحبذ ده أصلا مهدي يحبذ ده كان برنامج أسبوعي على قناة فيلم جامد لترشيح أفلام لحضراتكم عشان تشاهدوها سواء في البيت أو في السينما خلال الأسبوع ولكن للأسف البرنامج توقف وبعدين رجع وبعدين توقف تاني وفضل متوقف لفترة طويلة وخلال الفترة دي كان فيه طلبات كتير جدا عشان البرنامج يرجع وعشان أنا مقدرش هرفض لكم طلب وعشان بقى معانا سبونسر زي ما حضراتكم شايفين كده البرنامج رجع عشان يستمر على طول أو طول ما معانا سبونسر يعني كوك دور مش مجرد راعي حاطت اللوجو بتاعه على الحلقات وخلاص الموضوع أكبر من كده شوية إن شاء الله في الحلقات اللي جاية حيبقى فيه هدايا ومفاجآت سينمائية رائعة بيقدمها كوك دور بالتعاون مع فيلم جامد وبرنامج مهدي يحبذ فخليكم معانا على الخط بس خلونا نسخم بترشيحات للأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2018 ونبدأ مع الترشيحات السينمائية الترشيح الأول حيروح للفيلم صاحب المراجعة الأخيرة على فيلم جامد وهو يوم الدين الفيلم أنا شفته بالفعل ورجعته بالفعل وعجبني جدا وبرشحه لحضراتكم بكل ثقة وبعيدا عن رأيي الفيلم ده نافس في النسخة الأخيرة من مهرجان كان ويمكن ينافس في النسخة القادمة من الأوسكارس فصباح الفل يعني الفيلم التاني أنا برشحه لنفسي من قبل ما رشحه لحضراتكم وهو سورتشينج الفيلم ده مثير للاهتمام جدا يا جماعة وبيدور عن حادثة اختفاء بنت وجهود أبوها عشان يلاقيها والجهود دي عبارة عن عملية تفتيش وبحث دقيق في الكمبيوتر بتاعها وفي أسرارها الرقمية والفيلم كله متقدم من خلال شاشات الكمبيوتر والموبايل الفيلم مسجل 93% على روتين توميتوز وبينظر له باهتمام شديد بسبب نجاحه في تقديم درجة مرتفعة جدا من الإطارة والترقب بأسلوب التصوير المبتكر ده أتمنى ألحق أشوفه وأرجعه قبل ما يشيلوه من السينما الترشيح الثالث لمحبي الكوميديا ومحبي ميستر بين اللي أنا شخصيا منهم وهو لفيلم جوني إنجليش سترايكس أجان الفيلم هو الجزء الثالث في سلسلة جوني إنجليش وده سبب كافي جدا بالنسبالي عشان أحب أشوفه وأرشحه كمان الفيلم كوميديا جاسوسية ولكنه مناسب لكل أفراد العائلة وتقييمه على روتين توميتوز هو 36% بس ده مش فارق كتير لأن الجزء الأول تقييمه كان 32% والتاني تقييمه كان 38% وشفتهم واتحكت برضو المركز الرابع في الترشيحات لفيلم فاجئني عن نفسي بصراحة لأنه من ساعة ما سمعت عنه وأنا مش متصور إنه ممكن يطلع حلو الفيلم هو A Simple Favor من بطولة أنا كيندريك وبليك لايفلي ومن إخراج بول في وده راجل بتاع أفلام كوميدية ذات منصوب مرتفع جدا من المسخرة زي برايدز ميدز مثلا ولما شفت التريلر بتاعت الفيلم حسيت إنه مجرد محاولة لتقليد جون جيرل ولكن الفيلم بيتم استقباله نقديا بشكل إيجابي جدا ومسجل 84% على روتين توميتوز ألاقي الوحيد بس هو إنه R-rated والتريلر نفسها فيها تلمحات لمشاهد كتير جريئة ومش عارف لما تتحدث في صلاة العرض العربية ده حيأثر على تجربة المشاهدة ولا لا أما الفيلم الأخير اللي برشحه للمشاهدة في السينما فهو فيلم المغامرات والرعب المناسب لكل أفراد العائلة The house with a clock in its walls ما تستغربوش هو فعلا فيلم فيه قدر من الخيال اللي مرعب شوية بس مش شوية كتير قوي وفعلا مناسب لكل أفراد العائلة وأساسا بيستهدف الأطفال الفيلم من بطولة جاك بلاك وكايت بلانشت لسه مشترتوش العجيب بقى إنه من إخراج إلاي روث وده من أكتر صناع الأفلام الساديين في السينما المعاصرة يكفي إن هو اللي أخرج فيلم هوستل الفيلم مسجل 67% على روتين توميتوز وده ممكن ما يكونش مشجع قوي بس للي عنده أولاد زي حالاتي كده إحنا بنتنشأ على أي خروجة ينفع نستمتع بيها كعيلة مع بعض الترشيح الأول للمشاهدة المنزلية حيكون للفيلم اللي اتكلمت عنه سريعا في مراجعة يوم الدين وهو لويت يامجور لويت يامجور هو فيلم بيل جيكي نفس في مهرجان كان سنة 1996 وكسب جائزة التمثيل مناصفة ما بين بطلينه وده شيء ما بيحصلش كتير شوية شبه رادي جمال في فيلم يوم الدين الفيلم ده من بطولة باسكال دوكان اللي مصاب في الحقيقة فعلا بمتلازم الدون مع فارق بسيط وهو إنه ممثل محترف الفيلم بيحكي عن صداقة غريبة بتنشأ في ظروف غريبة ولكنه عذب جدا ورقيق جدا والحقيقة أنا بشكر فيلم يوم الدين عشان فكرني بيه نطير بسرعة من حقبة هيمنة المضيع الشاب متحد شلبي في منتصف التسعينات لحقبة هيمنة المضيع المخضرم متحد شلبي اللي هي السنة اللي فاتت يعني وترشيح لفيلم مارشل الفيلم ده سقط من راداراتنا جميعا في ظروف غامضة رغم إنه من بطولة البلاك بانتر شخصيا تشادويك بوزمن مش عارف ليه ما اهتمتش أشوف الفيلم ده وقت عرضه لكن شفته بالصدفة من كام يوم على او اس ان وعجبني جدا ده فيلم محاكم وقضايا عنصرية وبيدول في زمن قديم وشكله معتاد قوي يمكن عشان كده مهتمتش أشوفه؟ بس الحقيقة هو فيه عناصر مختلفة زي طبيعة شخصية بطله وطبيعة صدقته مع الشخصية اللي بيقديها جوش جاد نفضل في سنة 2017 وفيلم فرنسي أسترالي شفته بالصدفة من كام أسبوع برضو وهو فيلم الإثارة النفسية بيرلين سندروم قصة الفيلم مكررة نسبيا وبالدور عن الراجل المختل اللي بيحتاج سبنت غصب عنها لأهداف عاطفية جنسية مرضية لكن الفيلم ده بيتعمق في تفاصيل شخصية البطل بشكل يمكن ما كونش شفت زيه قبل كده والصراحة نهايته جمدة جدا من غير حرق طبعا شفوه هيعجبكم وشفوه لوحدكم طبعا لما بوك يدخل عليكم انت بتتعمق في السينما الفرنسية وكده يعني بمناسبة النسخة الجديدة من جوني انجليش وبمناسبة ترشيح فيلم البول فيي خلونا نقدم ترشيح يعتبر مزيج من النظامين الترشيح هو فيلم سباي اللي هو فيلم جاسوسية كوميدية من إخراج بول فيي مش محتاجة يعني أظن أن كتير من حضراتكم شفوه قبل كده لأنه بيتعرض كتير على MBC2 بس لو حد كان مستسخفه ومشافوه قبل كده أنصحوا يديله فرصة لو مش عشان ميليسا مكارتي فعشان جيسون ستادم اللي بيقدم دور صغير ولكن مصخرة حقيقي ما كنتش متصور ان الراجل ده سفاف جامد كده الترشيح الأخير مش أنا صاحبه الحقيقة صاحبه هو الناس الكتير اللي ردت على مناقشة مراجعة يوم الدين عم أفضل فيلم بينتمي لأفلام رحلات الطريق وقالت مشوار عمر من إنتاج سنة 1986 وهو من الأفلام الأقل شهرة لمحمد خان الفيلم من بطولة فاروق الفشاوي وممدوح عبدالعليم وفيه أدلة واضحة جدا على حجم الموهبة التمثيلية عند فاروق الفشاوي وممدوح عبدالعليم وهو فيلم رحل الطريق بالتصنيف الصريح يعني وعلى فكرة مش هو الفيلم المصري الوحيد المميز في التصنيف ده في أفلام تاني كتير يمكن تجي لنا فرصة نتكلم عليها في الحلقات اللي جاية ده كده كل اللي عندي في ترشحات الأسبوع ده أتمنى أنها تعجب حضراتكم وتابعونا في الأسابيع اللي جاية عشان مفاجآتكو جدور وكده ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنديهات عشان تجي لكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي